التعليم والملبس والاهتمام الأسري وشفت هؤلاء جميعا يدفع بيهم إلى بيروت لاجئين شيء مش حزين شيء يعني يفرض على أي إنسان أن يطالب الجميع بالإسراع لوقف الحرب ولكن أيضا لمساعدة الناس دول نعم المجتمع الدولي الذي يتحكي تعرف؟ تعرف؟ أوكرانيا أخدت أدئي سلاح ودعم في السنتين؟ في السنتين؟ كان 120 إلى 130 مليار دولار من الغرب يعني 120 إلى 130 ألف مليون دولار مش هادرين هنا يطلعوا نصف مليون دولار ولا مليار دولار للناس إحنا عرب إحنا عرب طبعا دي معساة في حد ذاتها طبعا وإحنا يبقى عندنا ثقة في الغرب ما عندناش طبعا أنا شخصيا ما عنديش أنا توقفت على مدى العام أن أسمح لمن يتحدث معي أن يفتح موضوع أصل المبادئ والقيم وحقوق الإنسان والقوم المتحدة ومن أعرف إيه أقوله ده كله أنا مؤمن به ومش بس مؤمن به مبادئي وقيمي الإسلامية يعني شيء أتشرف به ولكن لن أتحدث معك في هذا الأمر لأنك كشفت عن وجه قبيح ومعايير مزدوجة وقصة المعايير المزدوجة دي قصة حقيقية ونتحدث بيها طوال الوقت وأصبحهم يعلمونا الدبل ستاندرز زي ما بنسمها لهم ونعملها لهم كده وهم يعلمونا بذلك لكن هنقول إيه إسرائيل بتهدد تحويل لبنان إلى غزة جديدة وقالوا كده وبيعملوا المخطط شغال كده ويصمت الجميع أنت مش ملاحظ أنه لا أحد يتحدث الآن على هذا العنف الأهوج الأعمى